الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد منذ بداية السنة الجارية في عدة قطاعات لا سيما قطاع الخدمات والصناعة أدى إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بنسبة 6.7% خلال السداسي الأول من السنة الجارية ليصل إلى قرابة 8.69% كما سجل كل من المازوت ارتفاعا بنسبة 4% ووقود غاز البترول المميع نسبة 14.7% بينما ارتفع استهلاك وقود الطائرات ب61% وشهد استهلاك كل من غاز البوتان وغاز البروبان خلال الفترة المذكورة انخفاضا بـ 3.9% إلى 47 ألف طن بعد أن بلغ 770 ألف طن خلال ذات الفترة من سنة 2022 بينما انبلغ استهلاك مادة البتومين 250 ألف طن الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للترويج لهذا النوع من الوقود الصديق للبيئة وكذا زيادة وطيرة نمو الحركة الجوية بعد الجائحة من الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع لذلك يعد ترشيد الاستهلاك ضروريا من أجل اقتصاد الموارد النفطية والغازية للبلاد وتوجيهها للأسواق الخارجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني استقطبت الطبعة الثالثة للصالون الوطني للحرفيين والمنتجات المحلية اللصيلة التي اختتمت فعاليتها صباح اليوم بمركز الاتفاقيات محمد بن حمد لي وهران قرابة العشرة ألف ظائر قدموا من ولاية مختلفة وكذا سياحنا جانب من جنسيات مختلفة وشارك في هذا الحدث قرابة الثمانين عارضا من مختلف ولايات الوطن اوَلْضَنَّ اشفوو Labیر wahلا شون برا شون 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 pictured rast Not ط